بتتواصل إذن جهود المؤسسات المصرية لحماية الثروة الحيوانية بأنها تتخذ كل التدابير اللازمة مع توفير الأمصال والأدوية لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية بالكامل بما يساهم في تحقيق الأمن الغدائي في هذا الصدد انطلقت الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الأغنام واللي بيتم تنفذهم من خلال أطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات وعبر لجان ثابتة في تجمعات مربي الماشية والأسواق هذه الحملة شهدت أقبالاً كبيراً من المربين ومن الفلاحين من أجل تحصين المواشي والاستفادة من الخدمات المتنوعة اللي بيتم تقدمها خلينا نعرف المزيد من التفاصيل من خلال انضمام الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة معنا عبر الهاتف صبع الخير عليك يا دكتور أحمد أهلاً وسهلاً ما نورنا يا دكتور أحمد وخلينا في البداية نحب أن نعرف من حضرتك للغير المختصين خطورة هذه الأمراض على الماشية نتحدث إذن عن الجلد العقدي لو كنت منطق صح وجدري الإغنام صح والحمة القضاعية برضو أيضاً والذي أمراض بتيجي شبه موسمية وإحنا دايماً عشان نحافظ على قوام الصروع خاصة بالإنتاج الحواني في مصر لأننا عندنا قاعدة عريضة بتبلغ حوالي 2 و 3 من 10 مليون راس جموس محلي وحوالي 1 و 3 من 10 راس أبقار و 20 ألف راس من الأبقار برضو المستوردة برضو التاج الألبان وحوالي 2 و 7 من 10 مليون راس أغنام وماعز وقبل يعني قوام كبير بيابلو حوالي 6 ونص كله مليون راس ماشية في مصر وهنا كان الاهتمام لأن طبعاً إحنا عندنا أعداد وتقاليد معنا يمكن أهلنا في الريف بيبقى في حاجة ما صغار المرابلين يعني كل واحد بيبقى معنا عنده قطعتين أو راسين من الماشية أو من الأبقار بيربيهم ودول بيمثلوا قوام صار وعليه لأن هم دول بيمشوا الحالة الاقتصادية بتاعته وهم دول بعد كده بيمدونا بالألبان يعني زي ما خلاك تعلم فبالتالي كان هون الدولة حصة خصة من خلال وزارة الزراعة والخطة دي بتقوم على التحصين المستمد والتحصين بيبقى في صورة موسمية مستمرة مش مرة واحدة في السنة عشان نحافظ على الكلام ده ضد الحم القدعية وضد زي ما حدقته قولت الزلد العقدي وإحنا يعني ممكن سنة يعني في هذا التوقيت حوالي بيعني أربعة مليون جرعة لتحصين الماشية نعم وبيتم الكلام دوت من خلال لجان واللجان دي تبقى في صورة حاملة قومية بتجوب بجميع محافظات مصر تمام وتشمل تحصين الأبقار والجموس والأغنام والمعز والكلام ده بيتم بالتعاون مع المربين اللي هم صغار مربين والمزارع وكمان في نفس الوقت وإحنا بنعمل العاملية دي بنعمل حص وترقيم وتسجيل عشان نبقى متسبعين التعداد بتاع السرور الحيوانية عندنا والحالة بتاعتها وإحنا الحمد لله أصبح هناك قاعدة عريضة في مصر بالتعاون مع بعض الشركات المحلية الاستثمار هنا محلي أبنائي شركة جميلة جداً موجودة وتعاونت معاها هيئة الخدمات البيترية وأصبحت تنتج لقاحات بيترية محلية يعني مصر كانت جميل جداً بتستورج اللقاحات دي من الخارج ولكن الجديد في الموضوع إن إحنا أصبحنا ننتج هذه اللقاحات بشكل محلي للعترة أو للمرض اللي هو موجود من السلالة المحلية وده موضوع مهم جداً طبعاً طبعاً دكتور أحمد يعني بنتحدث عن تجريل أيدي عاملة بنتحدث عن تقليل فطورة الوردات من الخارج يعني في العديد والعديد من المزايا من مثل هذه الخطوة بس أنا عايزة أرجع مع حضرتك إذا سمحت إلى فكرة المزارعين الصغار اللي بيربوا أعداد قليلة من المشاية وممكن المزارعين اللي عندهم أعداد كبيرة عارفين بشكل جيد التعامل كيفية التعامل مع هذه الرؤوس المشاية لكن يمكن أن احنا بنتكلم عن عدد كبير من صغار المزارعين كان فيه تم تطعيم أيضاً أو تم توفير 40 ألف جرعة تلقيح صناعي على نفقة صندوق التأمين إذن على طروة الحيونية من الحيونات المؤمن عليها وهنا نقطة التأمين على الحيونات أمر مهم جداً لو حد عنده راسين أو ثلاثة أو أربعة رقم أليل لو لا قدر الله فقط منهم أحد الرؤوس بتسبب نسبة خسارة كبيرة لي بالفعل زي ما حدقت صدلت إحنا أثناء هذه الحملة الخاصة بالتنقيح بنجب بعملية توعية وتتقيح بأهمية التحصين وبأهمية أنه يأمن على المشايا اللي عنده من خلال الصندوق اللي موجود اللي هو خاص بالتأمين على المشايا وده الصندوق موجود وده يعني بيكفل ليه لقدر الله لو حصل أي حاجة بيتفعله كامل التمن بتاع الرأس الموجودة اللي حصل فيها المشايا وده برضو حاجة مهمة جدا عشان يحافظ على القوام بتاع الثروة بتاعت الإنتاج الحيواني الخاصة بالأفراد وأهلين التذير نعم وبتأتي في إطار إذن جهود الدولة المصرية دكتور أحمد في اعتفاض على الثروة الحيوانية وبالتالي الأمن الغذائي والأعداد بقى اللي عايزين أنها تنصل إلى أعداد أكبر وأكبر إذن من المشايا الجيدة إن شاء الله واللي بتتوفر فيها عناصر الإنتاج الغزير أيضا بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا دكتور أحمد الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة على وجودك معنا